اشتركوا في القناة وبركاته واسعد الله صباحكم هذا بكل خير نحييكم اجمل تحية صباحية من هنا من ميدان الهجن العربية الاصيلة بمنطقة الهباب احد فروع ايضا ميادين دبي هنا من الميادين المميزة بهذه الشعارات وهذا الحضور كل الشكر والتقدير لاصحاب السمو الشوخ على هذا الدعم الكبير شكرا لللجنة المنظمة لهذا الميدان برئاسة مايد بن بليشة وجميع الاعضاء وشكرا ايضا لسالم بالركاض العليلي الذي اعطاني الفرصة لأكون معلقا على هذا الشوط هذا الشوط خصص لي ايضا فئة الجعدان اللقاية لاصحاب السمو الشوخ ايضا ومن يرقب المسافة ايضا اربعة كيلو مترات نسير الى المركز الاول نسير الى المقدمة واراء الكول محمد بن عتيج بن علي الاجتبي بن خفية بن خفية في مقدمة الشوط ننتقل مباشرة الى المركز الثاني واراء الشارد لهجن الرئاسة اسهيل بن احمد بن دري الفلاحي هو المضمر ننتقل مباشرة الى المركز الثالث واراء العسد ايضا العسد لهجن الرئاسة مع اسهيل بن احمد بن دري الفلاحي ننتقل الى المركز الرابع المركز الرابع واراء هنا في المركز الرابع التقدم من ناسمهوي حمداء بن مبارك بن عيسى المطيوعي المركز الخامس اللي تقدم في هذه اللحظات هنا خناك سعيد بن عبيد بالضبيعة الاجتبي النقل التالي على المركز السادس واراء المركز السادس مياس 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 محمد بن مايد بن سالم الاجتبي والمركز السابع هنا التدخل ايضا من الوسط لمهير بن علي بن راشد ابن اسويل من الاجتبي بيكلب بيكلب متواجد ايضا بو محمد ننتقل الى المركز الثامن المركز الثامن المركز الثامن هنا التدخل من مولع عبد الله بن علي بن محمد بن احمدان والمركز التاسع الله ادهم 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 وصل ادهم سعيد بن سالم بن احمد بن دري الفلاحي هذا الشعار شعار العفريد وشعار العديد ومبشرة والشبلة والعديد 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 من الاسماء يا مرحبا يا ابو احمد ترحيب تلمطر في ميدان الاهباب هنا شعار علي كاسات وصل شعار علي كاسات وصل الدكتور الاصائل دكتور الاصائل ملبي 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 وصل في هذه اللحظات الله علي سلطان علي سلطان بن رشيد متواجد دكتور الاصائل المركز العاشر المركز العاشر عطني يا بالركاض المركز العاشر الله 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 لقد المركز العاشر في هذه اللحظات الوضع محمد بن سلطان بن دميثان القمزي هذه نتيجتنا أيها الأخوة مشاهدين العزاء للعشرة المراكز يا سلام يليت الشباب يعود يوما لأخبره ما فعل المشيب يا سلوب يا سلوب يا الاهباب وميدان الاهباب هذا الميدان الحريق هذا الميدان المميز 1400 متر ما تبقى عن خط النهاية وهنا التغيير جرى وطرى من الشارد الشارد شارد لهجن الرئاسة اسهيل بن أحمد بن دري الفلاحي هو المضمر ولكن الملاحقة القوية الملاحقة القوية هنا من الكول الكول محمد بن عتيج بن علي بن خفية الاجتبي أيضا يلعب على أرضية ميدانة ننتقل إلى المركز الثالث وأرى هنا التدخل في هذه اللحظات من سمهوي حمداب بن مبارك بن عيسى المطيوعي الله تختصر الإذاعة على الثلاثة المراكز الأولى اللي زانبهن اللقاء اللي ما عنده سبوك يموت حي لا ولا خبرة على الشاشة يبين الله 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 سبوك تريع عصابك تشتروي شيع طاريها لو تعشيها على ثيابك ما ضيع مروتك فيها هذا هو سمهوي هذا الأسم التراثي هذا الأسم العريق اللي عرفناه منذ قديم الزمان سمهوي غير النتيجة سمهوي عينه على خط النهاية وعينه على السلامات هذا هو سمهوي حمداء بن مبارك بن عيسى المطيوعي وصل وشو لي وصلكم أدهم وصل أدهم وصل بندري وصل بوحمد وصل سال بن أحمد بندري الفلاحي مع أدهم وصلوا خذ المركز الثاني ولكن سمهوي أربعمية متر يفصل لنا عن خط النهاية يفصل لنا عن الفوز والسلامات يا سلام الله 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 يا سمهوي ولكن الحذر يا سمهوي من أدهم أدهم والشعار الشطرنجي الشعار الوردي الشعار الجميل أدهم يتسلل يقترق حاجز الصوت في هذه اللحظات ويدافع مدافع قوية عيضا عن عن خط البداية عن خط النهاية ويداهم الجميع سلام يا بندري سلام سلام للمرة الثانية سلام يا زاخر سلام يا العين سلام لك يا أبو حمد وحب خشمك على هذا الهوز وهذا الإنجاز تهانينا والناموس المركز الثاني سمهوي لحمداد بن مبارك بن عيسى المطيوعي الله يقول حق قدم عرض ممتاز المركز الثالث لعليب السلطان بن رشيد اللي اجتبه المركز الرابع مولع لي عبدالله بن حميدان والمركز الخامس أعطوني المركز الخامس لأن الدخول كان جماعي أيها الإقوة الله يا بندري يا بندري سد دقائق ثانين وعشرين ثانية هو التوقيت الزمني لأدهم سالة